بصوا يا بنات العنوسة وعنوان جوازة والسلام وعنوان اتأخر علي قطار الزواج وقطار الخطوبة وانا في جلد يومي من المجتمع من البيت من امي من العيلة من تلقيح الكلام من صحباتي من صحبات طانطاتي صحبات مامتي وطانتي وعمتي وخالتي وطانتي ومش عارفة كلهم عاميني ازاي ومن اصلا كمان البنات اللي ممكن يعملولنا نوع من انواع الضغط او راحة مناسبة اجتماعية فين يا حبيبتي ده انت على السولة والله انتصوا في نظر وما شافوا كيش ولا شافوا الحلابة ولا شافوا كذا فيش حد في السكة كده ولا في حاجة مفيش حد بيجي ولا بيجي ويمشو بيجي ويمشو بصوا كم من الكلمات السلبية وكم من الجمل اللي بتخليك انت تحس في حاجة غلط في حاجة غلط بتحصل في حاجة مضيبة بتحصل واحنا ما احناش عارفين في ايه وكأن الزواج ده هو الغاي خلينا متفقين ان الزواج هدف تكتيكي قصير المدى الوصول لغاية كبرى هي لرده ربنا سبحانه وتعالى ورده ربنا له ابواب كثيرة منها الزواج زواجتي بقى زوج صالح مش طالح زوج ما يطلعش عينك وعين اللي تشددلك زوج تقي النقي صالح رباني كرآني رومانسي حنون طيب من العيلة الطيبة بحيث ان انا ابقى الله مبارك ده 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 الزوج ده حاجة كويسة ده الزوج ده حاجة جميلة ده الزوج حلو والزواج ده حاجة حلو مجاش شكرا مجاش مجاش الزوج اللي فيه المواصفات ده مش جوازة والسلام وده اول معنى مش جوازة والسلام طب اعمل ايه يا دكتور هلا في ضغط المجتمع اولا تعالى ما اكلمك انت الاول بعدين نشوف المجتمع ماشي انا يمني انا نفسيتك الاول وبعدين نشوف ضغط المجتمع اول نفسية يا بنت الحلال يا ست الكل يا ست البنات يا محترمة يا خلوقة يا ست البنات من فضلك احفظي معايا الكلام ده صبرك على عدم طيب على عدم موجود زوج او عدم موجود خطيب او انا اتأخر بيا او انا انا حتى كلمة وحشة وعانس كلمة ايه ده تأخر بك يا قطر الزواج تأخر بك يا دماء ايه على السلامة يا دلقطر طالما حجب متريليوس وقطر حيدهسني ويدهس حياتي وعيش انا الجواز مش سنة وهجرب وسنتين وشكرا ده يبيل فض ويبيل دهبي 25 سنة و50 سنة بتعودي مع الزوج اكتر ما بتعودي مع اهلك فمن فضلكم ركزوا معايا مش جوازة والسلام طيب انا عندي عوز للزواج خلينا اكلمكم بصراحة وانا زي امكم يعني خليتكم هالة وامكم هالة يعني خلاص او اندخلين على ال 50 فضل سنتين ونتم ال 50 سنة والكلم اللي بقوله 50 على طول يعني ولا عين تشايفة وبلبس نظارة وحاجة لكن الشباب شباب اللي قلبس بكنت دلوقتي انا كبنت وانا امك انا حس بيك يا بنتي فطرة ما انا عايزة زوج وعايزة توقم روح وحاجزة حد تكلم معاه وعايزة حد يعني يبقى فيه كلام وحواديد عندي عوز عاطفي وعوز جسدي فطرة لا انكر عليك هذا الامر ابدا لا انكر عليك احتياجك للزواج لانه فطرة النساء شقائك الرجال خلقاكم من ذكر وانساء بعضكم من بعض فزي ما عند الراجل عنده احتياج ما انت كمان عندك احتياج رجال الجالة اللي بقولك ما فيش احتياج والست يعني عيب عيب يا عم انت فاهم حاجة في حياتك والله لا تزوق حتى تزوق عسيلتها يزوق عسيلتك حتى تزوق عسيلتها يعني ليك رغبة وليك احتياج وليك امر فطر ربنا وضعه فيك يأسم الزوج لو فيه محكمة شرعية وقضي شرعي يأسم الزوج وتطلق منه لو ما وفكش حقك الجسدي عليك هذا ولا تنكري على نفسك وانا وحشة وانا مش محترمة ليه ليه ما هي دي الموارس اللي تحطت في الدماغ اني مش من حقك انك تجاو وعيب وما تقوليش ده العضل في الزواج ان الأب أو العم أو ولي الفتاة يعضلها يعني يعصر عليها امر الزواج تروح للقادي الشرعي يزوجها القادي والوالي في البلدة ده لو اعضلوك في الزواج فكارسة يعني ايه الكلام الفاضي اللي هما بيقولوا ده لا ينكر عليك بشريتك ولا ينكر عليك احتياجك الحقيقي انا انا كبشر انا محتاجة هذا الامر انا كإنسان ربنا وضع فيه هذا الامر ولا تنكري هذا الامر على نفسك ما يخلهمش ينكروا الامر ده على نفسي ده رقم واحد ألوم نفسي لا ولا تجلدي نفسك ولا تلومي نفسك ولا الكلام ده عندك احتياج طيب أي واحد بقى يجي علشان اخلص من الزن بتاع المجتمع ايه ده أي حد يجي بأي موصفات بقى تقولك استغنيت وكذا وفيه البلو الفلانية وفيه البلو العلانية وبيعمل كذا وبيسوي كذا وانا في حالي معايا وضعي يا حبيبتي لا مش جوازة والسلام يكون زوج صالح تقي النقي يكرمك يعرف ينهر بيض يعرف يحتويك يعرف في صالحك وانت زعلانة يعرف امتى فرحانة وامتى كذا حتى لو ما تكلمتيش هو قارف وشك ده يعرف ازاي تبقي يطبطب عليك ويعملك مش يسيبك وقت الغم ووقت الحاجة ايه الكلام ده فطبعا احنا محتاجين انك انت تبقي فاهم الامر ده ويبقى وعي وحسب يا الله والله والله وحسب يا الله في كل بيت يعصر على الشباب وكل بيت يعصر على البنت اللي موجودة لطلبات ما الشباب ما يقول لي يا دكتور هلأقسم لك بيقى يا دكتور انا عايزها من طرفك والله يا دكتور انا عايزها حد من طرفك وانا يا دكتور هلأ عايز حد واحدك واحدك وهيسها بس بتسمع وتعربنا وخوة مش عايز اكتر من كده ويجي روح طلبات مهولة طلبات مهولة ما شبف مكتاب مكتاب للعمر يجي جاه شاب ربع مليون تكاليف الزواج عنده تجهيز شقة وعفش وزواج وفستين والله نعرف ايه وفرح ودنيا ربع مليون ولو ما فيش بقى يبقى بالضيق كده ولا بتاع مهولة خمسين الف ده لو كف يعني ويبقى ايه كمان مش قد كده ايه العضل ده ايه التعسير على الشباب ده ده الغرب اللي اسمهم الغرب اللي الدين يعني عندهمش حتى مبادئنا ولا عندهم حاجتنا تعالي شو في حالهم بيعملوا ازاي اه وافقت هو وافق طبعا بغد النظر بقى عن الولي موجود ولا لا هو وافق خلاص تمام يلا انا اخد اي حاج انا بشتغل هدفع مش عارفة النص طبعا احنا كمسلمات كمؤمنات كنساء الرجل يشيل هو مطالب المسكن والنفقة والمأكل والمشرب والملبس حتى في رأيي من ايرفق قالك المأكل يجبهولها جاهز جاهز طيب بيعملوا اوضة وبعد كده تقولك مع بعض هنكمل ونعمل ويساعدوا بعضوا وبأقل اللي قليل يكفي بس تقولك يا هده ده جي طلب يتجوزنا ده في حد ذاته وانجاز لكن جوازه والسلام عشان استجيب لضغط المجتمع يبقى اول حاجة طيب ما تستجيبيش ما تستجيبيش وخدي المواصفات اللي تريحك بس ما تعاليه السقفة توقعاتك قوي يعني تقولك عايزات طويل العريض اللي عبوا مجانس عبوا مش عارف يا ابو عنين زرقة وعنين خضرة وشعرة صفر كل يعني لا يعني ايه بالراحة خدي التقي الكويس زود دين وهكذا اللي يعرف راجل يقدر يتحمل مسئولية بيت وعيد